أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقى وزير الخارجية من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وأربى جوتيريش عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهدفة لتواصل اتفاقا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمهتجزين معربا عن تطلعه لتواصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن هذا هو تضمن الاتصال التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا